زي ما قلتلكم فنان كبير أدوار كتير متنوعة هتشوفه مع نجوم كبار هتشوفه مع نجوم شباب لكن دايما هتلاقي نفسك بتتوقف عند كل المشاهد اللي بيقدمها الفنان الكبير سامي مغوري في ضيافة التاسعة مساء الخير مساء النور منورنا الله يخليك يعني أعتقد التلفزيون ده بيتك أكيد بالنسبة لك أنت يعني زكريات كتير أكيد وأنا داخل النهار ده يعني حالة من الحنين والشجن وتدعي الزكريات لأن كان حلم عمرنا أن احنا لما بنعد قدام التلفزيون كده أن احنا نخش أيوه ونشتغل في المكان ده وخصوصا أنا دخلت المبنى وهو لسه بيتبيني في الستينيات وطلعت كنت بطلع على سقالة كده وكت أنا ومجموعة من الفنانين وكنا أطفال كنا بنجي برنامج ماما ساميحة كان اسمه جنة الأطفال فكانوا بيجيبونا بقى وإحنا عيال صغارين كده فكنت بتشارك فيه آه شاركت بس مش كتير في جنة الأطفال لأنه كنت بحس أن أنا إيه يعني مثلت بقى قدامه مثلين كبار قوي آفا مش معقول بقى حاجة بقى جنة الأطفال إيه وقولوا الطفل بقى والحاجات دي بس طلعت المبنى ده وهو سقالة يعني أنا طلعت على السقالات ما كانش لسه أتعمل سلالم ولا بوابات ولا حاجات آه بس كانوا بيجوا وكانوا بيشتغلوا والإدارات بيشتغلوا آه كان فيه السدوهات اشتغلت وتم افتتاحها والمبنى كان تم افتتاحه رسميا يعني بس لأن أنا بديت يعني مع الإزاعة المصرية آيو وبديت في المصرح قوم وانا عندي حوالي سبع تمنى سنين فأما كانوا بياخدوني بقى ببرمج الأطفال كنت بقى كنت خلاص يعني عندك خبرة طب يعني انت فتحتها هناك لقيت نفسك بتمثل يعني يعني سبع سنين ده طفل للساعة الموهبة جات ازاي بالصدفة ولا هما في البيت حاسوا ان عندك الموهبة ولا حد يعني ساعدك جات ازاي في البداية هو زمان كان فيه سينما تصيفي في القاهرة القاهرة كان فيه سينما تصيفي كتير جدا وكان لنا ناس قريبنا يعني كانوا ساكنين جنب السينما الصيفي اسمها سينما الهلال فقراي بقى بروح كل يومين تلاتة انا اتفرج كل اسبوع على الفيلم الجديد او الفيلمين الجداد وكده فأنا بقدر اتفرج انا عائل صغير مش فاهم حاجة انا بشوف حاجات كده وبعدين في يوم انا كنت وقف في البلكونة فلاقيت عصايا فقلدت مشهد من اللي كانوا بيمثلوه من اللي انت بتشوفه في السينما اه انا مش فاكر طبعا الفيلم ايه ولا كانوا بيقولوا ايه بس انا بقيت اقول اي كلام يعني ايوة زي الاطفال اللي ما يقعدوا يقلدوا مساعد كتير اه فخالي كان وقتها مخرج في الازارة المصرية السيد احمد زاك اللي ارحمه بعد كيه كان وكيل وزارة ثقافة ورئيس البيت الفن المصرح فقال لي انت بتعمل ايه قلت له ما مثل قال لي انت بتحب تمثل قلت له اه قال لي طيب تاني يوم خدني مع الازارة واجابولي كورسي كده صغير او سنديق حاجة ساعة مش فاكر وانا لابس شورت بقى وصندل طفل صغير اوي وحقول ايه مش عارف فكت ليس صغير ما دخلتش يمكن تالتة ابتداء فمش بعرف اقرب بسرعة يعني فجابولي مدرس لغة عربية كان بيمثل برضو كان غير تمثيل فكان بيحفظني المشهد ايوة والمشهد في الازارة كان اسمه المسمع يعني فيحفظولي واخش قفة واخش قدام ممثل رهيب طاقة لا استوديوهات الازارة بقى كمان كبيرة مبهرة ايام ما كانت في علوي والشريفين فلاقيت مجموعة ممثلين كده انا بلمحهم في الافلام بس يعني مش عارف دول مين ايوة بس عارف ان هم مهمين جدا ما نحقول له حضرتك مين ده حكاية بس فقعدت يحفظني المسمع واطلع اقوله ويعلموني بقى الفلاشة الحامرة والحاجات دي كلها روحت البيت بابا قال لي ايه مثلته قدام مين قلته مش عارف قال لي مش عارف ايه قلته والله مش عارف قال لي ما سألتش خلك لي ايه قلته بس قالوا بقى مين ده بابا ومين يا واد مين ده مش عارف يوم الخميس البيت المصري كان بيصهر ده قبل بقى التلفزيون ايوة على صهرة ازاعية كل يوم خميس في البرنامج العام الراديو في البيت المصري محطوط على رف عالي كده ايوة والناس تقعد تسمع والناس كلها قاعدة اللب والسودان مش عارف ايه بيسمعوا التمثيلية فقعدين بيسمعوا التمثيلية فيجي صوت عم سامي يفرحوا سامي يا بابا مش عارف ايه حاجات كده بس يا عود التوقع بس يا بيت بس يا بيت يسكتهم عشان ايه يعدوا بيسمعوا التمثيلية خلصت التمثيلية وقام بالأدوار دور الجد الفناني الكبير صلاح منصور اه دي اول قامة اول اسم كبير جدا وقفت قدامها السيدة زوزو نبيل طبعا الاستاذ حسن البرودي الاستاذ نبيل الالفي دول اسماء كبيرة جدا اول قصد مسلت قصاده قدامه اسادزة كلهم تاني حاجة خدني الاستاذ نبيل الالفي المصرح القومي اعمل معاه مسحايا كان اسمها ملك القطن كانت تأليف الدكتور يوسف ادريس وكانت اخراجه وكانت بطولة نخبة بقى الاستاذ شفيق نور الدين والاستاذ فؤاد شفيق والاستاذ عبدالله غيس والسيدة نبيل ده مسرح الستينات المصر هالقاونا اه العظيم فدي كان التاني دي البداية يعني خدوني من الازاعة للمصر على المصر ما انفعش بقى ما بعتولي في جنة كنت طفل مثقف جدا يعني طفل مثقف قاعد مع كوكبة من النجوم اشتركوا في القناة